مدير الهيئة العامة البيئة يقول أن القاء القمامة على الشواطئ بهذا الكمل هال سيدمر البيئة البحرية عندي لك تعليق زقير وحرد عليك في نقطة مدير عامة الهيئة البيئة خلنشوف هذا التقرير ونرجع لكم القمامة بشكل كبير على الشواطئ يؤثر على البيئة البحرية الأسماك عندنا زينة ومتوفرة ولكن رمي القمامة في هذا الكمل هائل سيدمرها الجماعة عيننا الموجودة في البحر يساعدوننا كل الفرق الخيرية التي صايرة فريق كياك في الكويت والفرق الأخرى يعني قاعد يساعدون الهيئة بأنهم يرسدون ويبلغوننا ونحن نأخذ إجراءاتنا في هذا المواضيع أنا المهم عندي حاليا توعية الناس توعية الناس بالمشاكل البيئية التي حاثتها وكيفية الإيقاف منها ومن ثم معالجتها نحن قاعد نعالج بالهيئة ولكن مهما تعالج إذا أنت ما وقفت الضرر من البداية من التلوث الذي قاعد يصير ما رح تقدر أن تداركها في المستقبل ودائما وأبد أن أقول جمعيات النفع العام والفرق التطوعية هي ساندنا في هذه الديرة تعليق تعليقي على ما قال الشيخ عبدالله أقوله بكل أمانة الكلام اللي قلته صحيح لكن لازم أضيف لأن نقطة مهمة مجارير الصرف الصحي ما زالت تصرف على البحر وكم مرة عرض تقرير عن مدى هذه المجارير وما تقوم في تصريفه من مياه ملوثة في البحر وقاعد تدمر البيئة شنو الإجراء اللي سوتوه ولا شيء مع أن قانون الهيئة العامة البيئة اليديد صخر والتشريع أعطتكم أقوى حنصت فيه على أقصى العقوبات سويته وقفتوا هالمجارير كلا كلا سويتوا شيء هم كلا كلا تدرون والله مثل ما قالوا أخوي المهندس محمد العنزي احنا عطناهم لشهر ستة الجارير قاعد تصرف وتقتل البيئة البحرية ونعطيهم لشهر ستة هذه جريمة بيئية المتسبب لازم يدفع الملايين لهذه الجريمة هذه الثروة بعد النفط ما يصير يندمرها لازم يكون للهيئة العامة البيئة الدور فعال أكثر من المجاملات البيئة طالعون شذي ميصي هذه جريمة نفو القانون عدل والله أنا غلطان ماشي تقرير البعدة إيجاب تقرير إيجاب